يحدث في الجزائر الأجهزة تجهل حمل وزير لجنسيتين وتكشف تجثث المغرب عليها وضعت الأجهزة الجزائرية نفسها في وضع لا تحسد عليه بسبب قرار الحكومة التراجع عن تعينها لأحد الوزراء بسبب اكتشاف حمله لجنسية أجنبية أخرى إلى جانب الجنسية الجزائرية وفي هذا الصدد ذكرت مصادر إعلامية جزائرية اليوم الثبثا الوزارة الأولى أعلنت أنه بقرار من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبونة تم إلغاء تعين الثمير شعابنا كوزير منتدب مكلب الجالية الوطنية في الخارجة بعد رفضه التناظل عن الجنسية الفرنسية وحسب بيان الوزارة فإن المعني وافق على منصب الوزارة دون الكشف عن حمله لجنسية مزدوجة خلال مشاورات تشكيل الحكومة موشيرا إلى أن إبعاد النائب في المجلس الشعبي الوطني من التشكيلة الحكومية الحالية جاء بعد الامتثال لأحكام القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا للدولة والمناصب السياسية والذي يشرط الجنسية الجزائرية دون ثواها والتخلي عن الجنسية الأجنبية قرار الحكومة الجزائرية جعلها محطة ثخرية من قبل عدد من وسائل الإعلام المغربية والدولية على اعتبار أن الأجهزة الجزائرية التي تدعي تميز والقوة لم تتمكن من اكتشاف حمل وزير لجنسيتين مزدوجتين جهل الأجهزة الاستخباراتية الجزائرية لحمل وزير لجنسية أخرى يأتي في وقت ادعت فيها نفس الجهات كشفها عن سر خطير يتعلق بتشهيد المغرب لقاعدة عسكرية على حدودها هذه القاعدة التي يديرها خبراء عسكريون وأمنيون من إسرائيل إلى جانب المغرب وفق تقديرات الأجهزة الجزائرية ادعاءات الاستخبارات الجزائرية بتمييزها ومجهوداتها المتواصلة للكشف عن التهديدات التي تحيط بأمنها القومية والسيناريوهات التي تنشرها كل مرة بخصوص البلدان المجاورة لها تبين أنها مجرد أفلامنا وقصص خيالية تنسج حسب أهوائها ومخيلاتها الواسعة فكيف لأجهزة تبونة التي فشلت في الكشع عن حمل مسؤول لجنسيتين وتراجعت عن تعيينه أن تكتشف معلومات استخباراتية كبرى أعلنت الولايات المتحدة رفع الثعودية من قائمة أثوأ الدولة في مكافحة الاتجار بالبشرة وأدراجة الجزائر ونقل موقع شبكة 3N عن تقرير للخارجية الأمريكية عن الاتجار بالبشر لعام 2020 أن الثعودية نفذت أول آلية إحالة وطنية لها على الإطلاق وأبلغت الحكومة الأمريكية بشفافية عن مجموعات من البيانات تشمل زيادة المحاكمات والإذانات بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشرة ونتيجة لذلك بحسب تقارير تم نقل السعودية من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني موضحا أن الدول المدرجة في المستوى الثالث لا تستوفي الحد الأدنى من المعايير للقضاء على الاتجار بالبشرة بشكل كامل ولا تبدل أي جهد للقيام بذلك وقررت الخارجية الأمريكية أيضا رفع خمس دول أخرى من قائمة أثوأ الدول في مواجهة الاتجار بالبشر وهي بوتان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغيني الاستوائية وغامبيا بينما أضافت أربع دول للقائمة هي الجزائر وأفغانستان وليسوتو ونيكاراغوة ويشير التقرير إلى أن الدول في المستوى الثالث قد تواجه تخفيضات في المساعدات الخارجية الغير الإنسانية والغير المتعلقة بالتجارة ويؤثر ذلك التصنيف أيضا على مشاركة المسؤولين الحكوميين أو الموظفين في برامج التبادل التعليمية وينقل التقرير عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قوله أن جهود إدارة الرئيس دولاند ترامب لإنهاء الاتجار بالبشر هي جزء من التقليد النبيل للولايات المتحدة وأضاف بومبيو أن الولايات المتحدة لن تساند أي دولة لديها ثياثة أو نمط للاتجار بالبشر وتترك مواطنية لهذا النوع من القمع بحسب شبكة الثانئن الأمريكية أدانت رابطة علماء المغرب العربية الخميس بشدة تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشأن التهديد بالتدخل في ليبيا وقالت الرابطة في بيان أنها تؤكد إدانتها الشديدة لما أعلنه الرئيس المصري بشأن تدخل العسكري في ليبيا تحت دريعة حماية الأمن القومي لبلاده وأضافت أن تحدر السيسي من عواقب تصريحاته التي تخالف ما ينص عليها الدين الإسلامية وتؤكده الأعراف الدولية وتدعوه لعدم التدخل في شؤون الدول المجاورة وحملت رابطة العلماء الرئيس المصري المسؤولية عن تبعات دعم الميليشيا التي تهدد أمن الليبيين في إشارة إلى ميليشيا الجنرال الإنقلابي خليفة حفتر وتخدم الأجندة الخارجية التي تعبت في ليبيا والأمن القومي للمنطقة ودعت الرابطة الليبيين إلى العمل على جمع الكلمة والثد الباب أمام التدخلات الخارجية الثلبية في بلادهم كما طالبت دول المغرب الكبيرة بتحمل مسؤولياتها التاريخية وتقديم مبادرات سياسية لدعم الحكومة الليبية من أجل إنهاء الانقسام والوصول إلى حل للأزمة السياسية في البلاد وشددت على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي للحفاظ على وحدة والسلامة الأراضي الليبية ودعت الرابطة الشعوب في المنطقة إلى استنكار الاعتداءات على العاصمة طرابلوس والمدن الليبية الغربية عموما وما تبعها من جرائم مروعة وفق ما أوردته وكالة الأناظولة ينتظر أن يتوصل المغرب نهاية السنة الجارية أو خلال مطلع سنة 2020 بأول نظام للدفاع الجوي طويل المدى وهو ما سيساهم في الحفاظ على التوازن العسكرية في المنطقة يستعد المغرب لاستقبال أول نظام للدفاع الجوي طويل المدى الذي يعتبر النسخة التجارية القابلة لتصدير من نظام الدفاع الجوي للجيش الصينية والتي أبدأ الجيش المغربي اهتمامه بها منذ سنة 2012 وأبرمت الصفقة سنة 2016 لكن دون أن يتم نشر المعلومات حولها ووفقا لموقع ديفانسا الإسبانية فقد اشترى المغرب أربع بطاريات من النظام الصينية وسيستلم المغرب أول بطارية بحلول نهاية السنة الجارية أو بداية سنة 2021 في الوقت الذي يتم فيه حاليا تهيئ البنية التحتية لاستقبال أول منظومة دفاع جوية طويلة المدى داخل القوات المسلحة الملكية علما أنه تم الانتهاء من عمليات التريب حول تشغيل النظام المتطور ويبلغ مدى منظومة الدفاع الجوية الصينية حوالي 200 كم وارتفاع 30 كم فيما يبلغ مدى اكتشاف الرادار 280 كم مع وقت رد فعل بين اكتشاف الهدف والإطلاق يبلغ 10 توان فقط وبإمكان هذا النظام تتبع 100 هدف وتوجيه 8 ثواريخ لمهاجمة 8 هداف في نفس الوقت وباستطاعة هذا السلاح الصيني أيضا اعتراد الطائرات بدون الطيارة من مسافة 80 كم والصواريخ كروز على مسافة 25 كم والصواريخ الباليستية التكتيكية على مدى 30 كم وتبلغ مساحة تغطية المنظومة الصينية حوالي 125 ألف كم مربعة وهو ما يعني أنه يجب على المغرب شراء 6 بطاريات لحماية مجاله الجوية بالكامل تقريبا وهو ما جعل المغرب يدخل في سنة 2019 في مفاوضات لاقتناء نظام الدفاع الجوي الأمريكية باتريوت باكسلاتا من أجل استكمال تغطية المجال الجوية ويعتمد المغرب حاليا في تأمين مجاله الجوي على أنظمة دفاع جوي قصيرة ومتوسطة المدى معظمها الصينية الصنع ويتكون الدفاع الجوي على أنظمة دفاع جوي قصيرة ومتوسطة المدى معظمها صينية الصنع وخلال السنوات الأخيرة اهتم المغرب بتعزيز دفاعات الجوية في دل السباق التسلح المتواصلة مع الجزائر التي تظل وفية للأسلحة الروسية التتوفر على منظمة الدفاع الروسية S-300 كما يعتقد أنها تتوفر على منظمة الدفاع الروسية المتطورة S-400 وبعد حصول الجزائر على نظام S-300 للدفاع الجوية بعيد المدى ونظام متوسط المدى من المنتدر أن تتوصل بنظام بوكا الروسية علما أنها تتوفر على نظام قصير المدى ثورة ونظام بوليانا المتطور القادر على تحكم في أنظمة الدفاع المحمولة المضادة لطائراته يذكر أنه سبق لمعادة ستوكه المدولي لأبحاث السلام أن أشار في تقريره الصادر خلال شهر أبريل الماضي إلى استمرار سباق تسلح بين المغرب والجزائر خلال سنة 2019 وكشف أن المملكة المغربية أنفقت 3.761 مليار دولار على التسلح خلال سنة 2019 فيما أنفقت الجزائر 10.33 مليار دولار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر